السلام عليكم ورحمة الله ازايكم يا شبابا عمليين ايه؟ يارب اكونوا بخير وبصحة وبسلامة ورجعت لكم نهاردة فيديو جديد ومعايا النهاردة موقع جديد وموقع النهاردة موقع للربح المجاني بمعنى انك انت هتقدر تسحب بدون ما انت تعمل ايداع موقع النهاردة اسمه موقع CoinBot تمام؟ اول ما هتخش على اللينك اللي هستقول لك في اول تعلي هيوديك على صفحة بالشكل دوت اول ما تنزل تحت شوية فهتلاقي ظهر لك هنا القيمتين دول تمام؟ بس تصبر عليها شوية فهتدوس هنا على كلمة ريجستر بالشكل دوت تمام؟ طبعا لو عمل لك تحقق كده من الموقع بتاعكم من الاتصال بتاع الانترنت فده حاجة عادية وحاجة بسيطة كل عليك انك هتنتظر بس ثواني طيب هتلاقي فتح لك هنا صفحة بالشكل ده هتنزل تحت شوية هتكتب في اول خانة هنا البريد الالكتروني او حساب الجوجل او حساب الجيميل الخاص بك هنا ولازم يكون حساب شغال عشان خاطر لو بعات لك انك انت لازم تتحقق وكده فده حاجة السي ثاني حاجة هنا في اليوزر نيم فهتكتب هنا الاسم بتاعك بالانجليزي تمام؟ ثالث حاجة هنا في الباسورد او كلمة سر فانت هتنشئ لك كلمة سر تمام؟ او هتكتب كلمة سر خاصة بيك ولازم تكون انت حافظها ونفس كلمة سر اللي هتكتبها هنا هتكتبتها في الخانة اللي بعديها تنزل تحت شوية هتلاقي فيه هنا اختبار تحقق عليك انك تختار الصورة المقلوبة كل الصور هتلاقيها ببصة الفوق او معدولة عادية لكن هتلاقي صورة مقلوبة زي دي كده تمام؟ فانت بتيجي هنا زي ما انت شايف الصور دي كده دوست عليها هنا ايه تمام؟ طيب وبعد كده بدوس على كلمة هنا ايه سين اوب فانا هسجل دخولي وارجع لكم تاني وزي ما انت شايفين بالشكل ده كده انا سجلت دخولي اهوات زي ما انت شايفين كده هتلاقي اول حاجة هنا شوية رولز رولز اللي هي قواعد تمام؟ اول حاجة قالك انك انت لازم تعمل تحقق للايميل بتاعك زي ما قلت لك لازم حساب الجيميل يكون حساب اساسي تاني حاجة تمام؟ اللي هي بيقول لك ايه اه تمام؟ قالك انك انت هنا ما تنشئش حسابين يعني اخرك تنشئ حساب واحد بس عشان خاطر ما يملكش بانت تالت حاجة بيقول لك دونوت يوز في بي ان يعني متشتغلش باي برنامج او اي برامج في بي ان بعد كده في حاجة رابعة هتلاقي هلافة انتباهك كده وهي هنا شايف عدد المستخدمين كام كده لو قلبنا موبايل كده للجنب كده هتلاقي خمس سلاف ربعمية وواحد حاليا في اللحظة اللي انا بكلمك فيها دلوقتي فعدد محترم جدا شغال دلوقتي على الموقع جميل دلوقتي احنا مسلا عايزين دلوقتي نشتغل على ان ندوس على الثلاث شرط اللي عليك الشمال ديت هيفتح لك قائمة اول حاجة هنا وديت وهي الداشبورت والداشبورت ديت اللي هي الخاصة بالقائمة اللي حسنا شايفينها دلوقتي جميل فيه بعدها حاجة اسمها الريفرالز والريفرالز دي اللي هي الاحالات فبتدوس عليها كده تمام وبتنزل داحت شوية زي ما تشايف كده هنا قالك يور ريفرال لينك فتيجي هنا عند اللينك دوت وتدوس على العلامة دي كده انت نزخت كود الدعوة الخاص بيك وتبعط لاصحابك تمام زي ما تشايف كده قالك لو انت اللي هي الناس اللي هتدخل وهتسجل وهتشتغل جوه فانت هتاخد خمسة وعشرين في المية ربح ودي حاجة ممتازة جدا بعدك هندوس على الثلاث شرط اللي علي ايدك الشمال الموجودة ديت وبعدك هنزتحت شوية هتلاقي حاجة هنا اسمها الديبوزيت وديت الاداع طبعا ما نشتغل بيها هتلاقي بعدها حاجة هنا اسمها الويزرو وهي عملية الصح في بعدها هنا حاجة هنا اسمها الوفر رولز والوفر رولز دي بيجيب لك فيها سطلعات رائي او بيجيب لك فيها تطبيقات او برامج عليك انك انت تحملها مثلا تعمل مهمة مثلا الكلام ده كله ولكن انا مش هشرحها عشان خاطر بتبقى صعبة شوية في العمائل ولكن انت لو لك فيه الشغل من النوع دوت فاشتغل فيها هتديك بردون قوت بعد كده هتلاقي حاجة هنا اسمها الفوسيت كلايم هنا فتحنا الفوسيت بي الشكل دوت هننزل تحت شوية كده زي ما ان شايفين كده قال لك ان لو هيتديك اي بقى هيتديك اه السنبور دوت طبعا كل مرة تعملها هيتديك خمسين كوين وهيديك خمسة اكس بي تمام تقدر تعملها كمان 24 مرة في اليوم جميل خلينا ننزل تحت شوية كمان تمام هتلاقي هنا حاجة اسمها اه خلينا ندوس عليها كده هتلاقي فتح هنا هنا اختبار اول حاجة هنا فيه بيقولك 3 زيال 4 فنختار رقم سبعة الرقم سبعة هوت بنختارها طبعا من الارقام الموجودية تمام بعد كده تاني حاجة خمسة زيال ستة حداشر وبعد كده واحد زيال واحد اتنين جميل احنا كده خلصنا هنا كده طبعا منختار الصورة المقلوبة هادي صورة مقلوبة هي تدوسنا عليها وبعد كده طبعا لو انت ما معكش انيرجي تمام فتدوس على قلايم لو معك فتدوس على بوسط عشان يزود لك عدد النقاط شوية طبعا انا معي انيرجي فعشان كده هيزود لعدد النقاط بخمسة نقاط زيادة فكده اداني خمسة وخمسين نقطة طبعا تقدر تعمل الحوار ده كلها ده كل ساعة زي ما انت شايفين بالشكل دوت جميل نيجي بقى على الترات شوات لموجودها ايدك الشمال بالشكل دوت وخلنا ننزل تحت شوية وهتلاقي طبعا حاجة هنا طبعا اسمها الويل كلايم فبندوس عليها كده ولما بننزل تحت بالشكل ده زي ما انت شايفين كده جاب لنا هنا عجلة طبعا بيقول لك هنا you don't have enough energy فهنا محتاجين انيرجي عشان نقدر لحنا نشغل العجلة ديت فممكن نهو يديك عدد قوينات محترم جدا على حسب ايه يعني انت وحظك تمام طيب خلينا ندوس على تحت شوات لموجودها ايدك الشمال ثاني وخلينا نشوف ايه نقدر نكسب منه ثاني اللي حاجة انا اسمها الديلي بونس خلينا ندوس عليها بالشكل دوت هيفتحنا صفحة بالشكل ده خلينا ننزل تحت شوية كمان خلينا ننزل كمان تحت شوية زي ما انت شايفين كده قال لك هتاخد واحد انيرجي زائد اللي هو واحد من عشرة في المية بونس زائد طبعا خمسة اكس بي خلينا نزح تحت شوية طبعا ونحل الاختبار دوت الاختبار دوت طبعا عايزين نحن نشوف السورة المقلوبة في دول فين السورة المقلوبة في دول اهي دي السورة المقلوبة فبدوسنا عليها كده وبعدها نضعها كلمة Climb Reward تمام؟ كما تشاهد كده قال لك Daily Bonus Climb Successful حلو قوي يعني كده خلاص عملناها طبعا تقدر تعملها ايه؟ تعملها كل يوم مرة واحدة دعنا نضعها تشورت لعيدك الشمال وننزل تحت شوية لو ضعنا هنا على Earn More فهتلاقي هنا حاجتين تانيين ولكن انا يعني محبش اشتغل فيهم سيبنا منهم خالص هنلاقي بقى ايه؟ حاجات حلوة نقدر برضو نطلع منها ارقام حلوة برضو وقوينات جميلة زي BTC Surf لما بنتسعب BTC Surf بالشكل دوت زي ما انتشايفين جايب لنا 23 اعلانات طبعا لما بناجي نعمل اعلانات هنا ديت بشكل صحيح فنبدأ ناخد هنا اجمالي نقاط 940 نقطة فتح حاجة ممتازة زائد هتاخد كمان عليهم 23 XB جميل جدا زي ما انتشايفين طبعا الاعلانات بتظهر معك بالشكل دوت طب احنا زي نقدر نشتغل الاعلانات دي زي ما انتشايف هنا تستنى مية وعشرين ثانية تاخد ميتين كوين مية وعشرين ثانية تانية ميتين كوين وهكذا هنا مسأل خمشرة ثانية ستين كوين خلينا ايه نخش على خمشرة ثانية طب ازاي نقدر نشتغل عليها بندوس على كلمة view now بننتظر شوية زي ما انتشايف كده تليفتح لنا صفحة تانية وجايب لنا هنا سواني اما اتعد هنتظر لسواني حتى ما انتخلص عد وارجع لكم تاني مثلا نخلص بالشكل ده زي ما انتشايفين جاب لنا اختبار هنا يعني لحنا نختار الصورة المقلوبة دي صورة مقلوبة هيت خلينا ندوس عليها وبعد كده ننزل تحت وندوس على كلمة verify دوسنا عليها بالشكل ده عاليه فهلنا صفحة اعلان خلينا نطلع منها ونرجع للصفحة التانية زي ما انتشايفين كده هنقال لك ايه اللي انا اخدت كام ستين كوين جميل تبدأ بعد التشغل بقى على بقتل اعلانات الموجودة نفس الصفحة هنا بنفس الطريقة بالزبط جميل خلينا ندوس على تلات شرط لعيدك الشمال وخلي ننزل تحت شوية ونشوف ايه الطرق اللي نقدر نكسب بها تاني زي ما انتشايفين في حاجة اسمها شورت لينك بندوس على شورت لينك بالشكل ده وهي اختصار الروابط هنا جاب لك اتنين وتلاتين روابط عليك انك انت تختصره هتاخد اجمالي متين اه الفين ومتين نقطة تحت شوية بتلاقي هنا بقى ايه اللينكات مثلا هنا لينك هوات وهنا لينك هوات طبعا هتعمل اللينك دوت هتاخد خمسة واربين انرجي زائد ميت كوين وهكذا طيب الفكرة عبارة ايه اللينك هتتخشوا بتشتغلهم متخلصوا اللينكات دية تمام وبعد كده هتبدأوا تاخدهم الجوائز طبعا انا مش هشرحها عشان خاطر اختصار لوقت الفيديو ولكن از اي حد مثلا ما عرفش ان هو اشتغل على اختصار الروابط فيكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله هبنزل الفيديو اشرح فيه طريقة اختصار الروابط بس فبعد كده نيجي على التلات شورت العديدة كشمال ونشوف تاني ايه اللي احنا نقدر نكسب منها هتلاقي في حاجة تحت هنا اسمها التاسكس خلينا ندوس عليها كما نشوف الدنيا ننزل تحت شوية كمان اول حاجة قال لك هنا اتابع الصفحة بتاعتهم دي الصفحة بتاعتهم منك على التويتر تمام وتعمل اعادة تغريد للحادث بتاعهم تمام بعد كده ترسل رابط الملف بتاعك فهو هيبعت ميت قطعة نقضية اللي هي ميت كوين زائد خمسين انرجي زائد خمسين اكس بي دي حاجة ممتازة جميلة فبتاخد هنا بقى لينك التويتر الخاص بك بتحطه هنا وبتدوس ايه ارسل اثباتك وهنا لما بيتحقق فيبدأ ان هو ايه يديك المكافأة طيب فيه بعدها مهمة تانية خاصة بالتليجرام تمام انت بتنضمع المجموعة بتاعتهم تمام وبترسل اسم المستخدم الخاص بك تمام وبعد كده بترسل اليوزر نيم لكن مش بترسل اسم بتاعك انت تمام طيب هنا بقى بيديك مكافأة واحد سنت اللي هو عبارة عن ميت كوين وخمسين انرجي وخمسين اكس بي خلينا نزحت شوية هنا طبعا دوت موقع للمراجعات طبعا بتاعت المواقع اللي هو موقع اسمه بتعرف منه المواقع السكام مثلا او اللي هي النصب او الاحتيال او المواقع اللي هي اللي شغالة فبيقولك انك بتروح هناك تمام وبتكتب مراجعة حلوة عن الموقع بتاخد اللينك بتاع المراجعة بتاعتك وبقى كنت بتيجي هنا وبتحط اللينك بتاعك هنا فانت بتاخد مية وخمسين نقطة زائد خمسين انرجي زائد خمسين اكس بي وبقى كنت بتعمل ايه ارسال اثبات في بقى مهمة تانية خاصة بيه اليوتيوب قالك تعمل فيديو ترويجي خاص اه وكده بتشرح بيه الموقع بتاعهم تمام وبترسل الرابط بتاعهم هنا او بترسل الرابط الفيديو قصي بتاعك اللي انت عملته هنا فانت هنا هما بيراجعوا الكلام دوت وبعد كده بيبدو يكفقوك بمية انرجي ومية اكس بي و تلتمية كوين خليها بقى بعد كده ندوس على ترشورت العائدك الشمال الموجودة فوق وننزل تحت كمان زي ما انت شاف فيه حاجة هنا اسمها الانجازات او الارشيف منت لما مندوس عليها بالشكل دوت ننزل تحت شوية كده تمام زي ما انت شاف كده هنا مثلا قالك مثلا ايه قالك باي خمسين لوترز مثلا او اه ارن اه وان يو اس دي اللي هو بيقولك مثلا اربح واحد اه دولار وكده تمام فانت هيديك خمسة اه خمسة الاف اه كوين ومية انرجي قالك مثلا اربح خمسة دولار اكمل خمسة وعشرين من الاوفرولز مثلا يعني فيه مهمات كتيرة هنا برضو بيقولك ايه اعمل خمسة وعشرين اه من الفوسيت برضو فهنا عندك مهمات كتيرة جدا 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 وكل يوم المهمات دي بتعمل لها عملية تحديث فدي حاجة ممتازة وجميلة طبعا ده بتعمل المهمة فبتلاقي هنا جمعها علمات صح بتدوس عليها وبتبدأ تاخد المجافأة بتاعتك موقع ده موقع جميل وموقع كنزة يا جماعة اختنموه واشتغلو فيه وجمعو فيه عدد نقاط محترمة جدا وعشان بقى تم العملية تسحب بتيجي على التلاشرات الموجودة على ايديك الشمال ديت وبعد كده بتيجي تدوس على كلمة وز رو هنا بالشكل دوت بتنس داحت شوية زي ما انت شايف كده فبيجي لك الكلمة دي كده بتدوس عليها وبتختار فو ست بي كده مفيش غيرها بعد كده بتدوس على البعادية هنا كده وبتختار بقى انت عايز تسحب مثلا لحاجة كايه مثلا يو اس دي مثلا او كبيتكوين او لايتكوين التحدد مثلا اللي انت عايزه وبعد كده هنا زي ما انت شايف بيقول لك المينمم اللي هو اقل عدد او اقل حد للسحب وهنا هو عشر تلاف نقطة زي ما انت شايفين انا مجمع الف مية وستين نقطة ولكن مش هادر اسحب زي ما انت شايفين لاني مش مجمع اقل حد للسحب طيب لو جينا كتبنا هنا اقل حد للسحب اللي هو العشر تلاف نقطة عايزين نشوف هي تقدر بقى دي تقدر تقريبا بعشر سنة بس فده كان كل حاجة بالنسبة للموقع طبعا اللينك بتاع الموقع هتلاقيه في اول كومنت مثبت زايد هتلاقي برضو لينك جروب التليجرام والواتساب الخاصين بيا بحيث انك انت لو في اي مشكلة تقدر تتواصل معايا هناك وطبعا مش محتاج اقولك انك انت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتشاير الفيديو عشان خاطر تخلي غيرك كمان يستفيد فبس استنوني فيديو جديد وسلام